بالتأكيد لما قلنا بنوعب نتكلم مثلاً على الأمور الفنية والجزء الخبري يعني أولاً كان بيبقى دائماً وشنا حيرو على أهلي الحمد لله ده أول حاجة الحمد لله والحاجة الثانية يعني قدر أننا نحاول نقدم النهاردة مادة داسمة لكل السادة المشاهدين في يوم أجازة بقى بكل يتابعنا حتى نشوف كواليه السفر البعض إن شاء الله أنا مبسوط جداً طبعاً الخبر اللي أنت تناولته في آخر سيجمنت للصورة بتاعة زيزو وعمر السلية إن برحب أمانة الصورة كتعاملة حالة حلوة جداً على السوشيال ميديا الطبيعي بص في بعض المباريات بيحصل أخطاء حتى الناس كباكة بتسألني يا كريم أنت قلت أن المسؤولية مش عمر السلية ومش سوها فاتحي لا يعني في بعض الأحيان ممكن نص المشكلة عن نصوها فاتحي أنه عمل فاول على حضور بطوط الجزاء وإيه عمر السلية في تأديره تغلط للكورة لكن أنا عاجل فكرة إن اللعيبة تسانب بعض وفكرة كمان يجب أن يكون أحداً متفقين على مبدأ اللي أنت قلته إن منتخب يلعب خلاص فيش أدوان ما فيش حاجة سماها أن أنت النهار اللي بتتعمل العيب بتاع نديج أو يعني الحالة دي أصلاً أحنا ما تعودنا عليها وحتى عارض الحاجة يا بحمد حتى في منشط الدولي مثلاً لما بني نعقب على أخطاء التحكيم إحنا لا نأتي جنب نالي الزمالك يا حتى إيفن لو الغلطة في مات نالي الزمالك الناس ما تقودهاش إن إحنا بنقول نالي الزمالك عنده مشكلة لا حنقول الحاكم هو اللي عنده مشكلة ربما يزي الزمالك تستفاد من الخطأ التحكيم أول عكس صحيح لكن إحنا لازم دايماً دايماً نبقى فصلين الأمور في أيام منتخب معصرات المنتخب متشاغل منتخب كلنا عايزين من منتخب ما سيكسب يكسب عن طريق مين مش مهم يعني الوضع اللي إحنا وصلناه ببعض الأحيان وربما انت عارض سوشيو ميديا يعني العدد كبير تقاش تفلطر الناس والأعراء ووجهات النظر كلها متدخلة في بعضها فهم قصلي فبالتالي لا إحنا عايزين نفاهم الناس والمنتخب بلعب إحنا كلنا ولا منتخب وده الحالة الطبيعية الحالة غير الطبيعية اللي ممكن يحصل عكس كده بالزرعة وأي حاجة تانية إحنا نخش في سجة إيه ده مني ده فلان خسرنا ده فلان هو للسبب لا العلام مش عالي لا خالص الموضوع ببساطة إن إحنا عايزين فعلا دايما صورة زيزو وهو في ظهر عمرو السلية في المنتخب هي دي بالزبط إحنا الجمهور زيزو والمنتخب هو عمرو السلية عمرو السلية تعبير ووصفه تمثيل مشهد ممتاز جدا إن فكرة إن زيزو يكون هو الجمهور جميلة ويكون عمرو السلية هو منتخبنا الوطني صحيح تمام